السلام عليكم ورحمة الله إخوة الكرام لا يستغني الإنسان عن اتخاذ قدوة يحبه ويعجب به وهي غريزة تظهر من السنوات الأولى وأنت ترى الطفل يقلد أباه ثم تتطور هذه الغريزة مع تعطش الفطرة إلى معاني الشجاعة والنخوة والحرية والعطاء والحكمة وغيرها في استبيان أجريته في عدد من المساجد وجهت سؤالا ما الذي يجعلك تقع في مخالفات شرعية ووضعت مجموعة من الخيارات مائة وثمانية وعشرون أخا وأختا من أصل سبعمائة وسبعين اختاروا إجابة لا أجد في محيطي شخصا مثاليا أعتبره قدوة إذن فعدم وجود قدوة يضعف الهمة ويسهل الوقوع في المعصية هل يكفي لحل المشكلة أن نضرب أمثلة لقدوات من الماضي البعيد في أحد الدروس الرمضانية سألت مئات المصلين من المغني الذي غير جنسه من ذكر لأنثى عرف أكثرهم من لاعب كرة القدم الذي طرد من اللاعب لإدمانه عرف أكثرهم في المقابل من قائد المسلمين في معركة تل حارم المفصلية ضد الصليبيين لم يعرف أحد من قائد المسلمين في معركة الزلاقة التي أخرت سقوط الأندلس قرونا لم يعرف إلا واحد فقال لي أحد المصلين دائما تأتوننا بقدوات من الماضي نريد قدوات من الحاضر معه حق فالناس بحاجة إلى قدوة يرونها لذا فإن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها الدين قد اكتمل لكن القدوات يجددون تطبيق قواعده على الحوادث وضرب أمثلة عظيمة بمواقفهم التي تحث همم المسلمين إذن أين المشكلة؟ هل يمكننا أن نقول هناك ظاهرة غياب قدوات؟ أم أنه تغييب وتهميش القدوات؟ وتشويه من كان معروفا منهم حتى يصبح ذكره تهمة يخاف من تبعاتها الخطباء والمربون؟ نشر مركز التخطيط الاستراتيجي الأمريكي ران دراسة عام 2005 بعنوان الإسلام المدني الديمقراطي تضع خطوات عملية للإدارة الأمريكية لترويج الإسلام الديمقراطي في بلاد المسلمين ومحاربة الإسلام المتطرف كان من توصياتها كما في صفحة 63 إتاحة المنابر الإعلامية لمن تسميهم المسلمين المعتدلين الذين ينتقدون جوانب في القرآن الكريم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة وضرورة إظهارهم كقدوات بطولية تثور على التقاليد البالية والأعراف القديمة والدين معا كما أوصت بالتركيز في المناهج المدرسية على الفترات التاريخية قبل الإسلام وتاريخ الحضارات غير الإسلامية فلم يكتفوا بحملة التجهيل التي طالت جيلي قبل ربع قرن حيث كنا ندرس تاريخ الآشوريين والفراعن والكنعانيين والأراميين والبابليين والإغريقيين ثم أوروبا في العصور الوسطى والحديثة أما الجانب المشرق من التاريخ الإسلامي فلا داعي لدراسته لم نسمع في المدارس شيئا يذكر عن تاريخ الدولة الزنكية أو دولة المرابطين أو الهند في ظل مسلمي المغول لم نسمع عن الدولة العثمانية إلا الجانب السلبي درسنا في المدارس عن حملات نابليون بونبرت ولم نسمع شيئا يذكر عن عبد الرحمن الداخل والزنكيين وعبد الله بن ياسين وأبي بكر اللامتوني ويوسف بن تاشفين والحاجب المنصور ومحمود بن سبكتكين ومحمد بابر وألب أرسلان ومحمد الفاتح عبد الكريم الخطابي وغيرهم وغيرهم بل لم نعرف عن جيل الصحابة والتابعين إلا القليل وحتى الإنجازات العلمية لعلماء المسلمين والتي سرقها الغرب وجمع علمائنا بين العلوم الشرعية والطبيعية لم نعلم عنه في مدارسنا إلا أقل القليل على الرغم من تاريخنا المذهل في ذلك كما بيّن الأستاذ فؤاد سزكين في كتبه سيقال لكن دراسة تواريخ الغير مفيدة طيب أليست دراسة تاريخنا نحن بالتفصيل أكثر فائدة دراسة راند وبعد هاتين التوصيتين بإبراز التافهين كقدوات وتجهيل النشأ بالتاريخ الإسلامي ذكرت كيف يجب أن يكون التعامل مع المتطرفين ترى من هم المتطرفون عرفتهم دراسة 2007 بعبارة إن الحد الفاصل بين المسلم المعتدل والإسلامي المتطرفي في الدول الشرعية المستندة إلى الغرب هو فيما إذا كانت الشريعة يجب أن تطبق إذن فمناداتك بإقامة الشريعة في بلاد المسلمين يعني أنك متطرف ولتأخذ فكرة أيضا عن التطرف بتعريف أمريكا يكفيك أن تعلم أن أربعة عشر ولاية فيها تسمح قانونا بالزواج المثلي بين الشواذ بينما لا تسمح أي ولاية بتعدد الزوجات إذا رأيت هذا انحرافا فأنت متطرف وشعارهم معك أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطرفون بماذا أوصت الدراسة في التعامل مع هؤلاء المتطرفين قالت في صفحة 63 بالحرف أي يجب تجنب إظهار أي احترام أو إعجاب بالإنجازات العنيفة للأصوليين المتطرفين بل إظهارهم كمضطربين وجبناء وليس كأبطال أشرار إذن فالإنجازات العنيفة حتى لو كانت جهادا مشروعا يجب ألا توصف بأنها ذكية أو مثيرة للإعجاب ولا وصف فاعليها ولا حتى كأبطال أشرار لأن هذا يجتذب فئة الشباب بل لابد من إظهارهم كمخبولين معتوهين يقتلون بغباء نصت الدراسة أيضا على تشجيع الصحفيين على إبراز جوانب الفساد والنفاق واللا أخلاقية في الدوائر المتطرفة حسب تعبيرهم وهذا ما تنفذه أيضا الأفلام المصرية إذن فالمطلوب هو انقطع صلة المسلمين بماضيهم ليحسوا أنهم بلا حضارة ولا تاريخ ولا جذور ثم تشويه القدوات الحية الحقيقية لينفروا عنها فلا يبقى أمام الأجيال إلا القدوات التي يلمعها الإعلام وهذه خلاصة دراسات كثيرة أخرى غير دراسة 2005 الإعلام يمارس الاغتيال المعنوية والثقافية للأجيال المسلمة بإبراز أمثال غاندي ومانديلا وماماتريسا وجبارا بينما يقبر قدوات إسلامية حية هم خير من هؤلاء حتى بالمقاييس الإنسانية والبطولية البحتة وحتى بعيدا عن حقيقة أن الكفر محبط للعمل وسأذكر هنا قليلا من كثير من هذه النماذج المعاصرة والتي لا زالت بيننا العلماء والدعاة الذين يريدون لأمتهم الحرية من المنظومة الدولية وأن تخلع من رقبتها سلاسل العبودية وتعبد ربها وحده وأن تتبوأ مكانها من جديد في قيادة الأمم فيكون جزاؤهم أن يسجنوا عشرة وعشرين عاما ويعذبوا أثناءها وبعضهم يموتوا في السجن يعرض على أحدهم أن يخرج من السجن ويكرم وتوضع أمامه الميكروفونات ويصدر في الفضائيات وتمنع له الألقاب ألقاب المعالي والفضيلة والسماحة مقابل ماذا؟ مقابل تنازل وتراجع بسيط عما قاله فيرفض ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ومن قبلهم سيد قطب الذي آثر الإعدام على أن يكتب ما يطفي الشرعية على حكم الطاغية الغادر وقال إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة لا يرفض أن يكتب حرفا واحدا يقر به حكم طاغية ستقول سيد قطب أعدم من زمن وجيفارا قتل من زمن عام 1967 أي بعد سيد قطب بعام واحد ومع ذلك لا يزال شبابنا يضعون صورته وهو ملحد على صدورهم عندما نقول للمسلم كيف تتخذ من غاندي عابد البقرة قدوة كيف تتخذ من مانديلا النصراني قدوة كيف تتخذ من جيفارا الملحد قدوة يقول لك بغض النظر عن معتقداتهم فيهم جوانب حسنة أليس من العدل أن نثني على الجوانب الحسنة في أي إنسان يعجبني فيهم التحرر والصمود أقول لك حينئذ إذن فبعيدا عن المعتقد أيضا وبعيدا عن تفاصيل المنهج والاتفاق أو الاختلاف معه في بعض النقاط أليست هناك جوانب حسنة في خالد الراشد وسلمان العلوان وعلي الإخضير وأبي محمد المقدسي وناصر الفهد وعلي التميمي وألاف المعتقلين السياسيين الحاليين من العلماء والدعاة في بلاد المسلمين أليس هؤلاء أولى أن يكونوا قدوات في التحرر والصمود مانديلا الذي بيّن في كلمة أزمة القدوات أنه تصالح في النهاية مع النظام الدولي ودار في فلكه وغاندي الذي لمعته بريطانيا ليسرق ثورة تحرر الهند من علماء المسلمين وجمعية إنقاذ الخلافة وأعانته على إبراز الهندوسية على حساب طمس الهوية الإسلامية في الهند كما بيّن الشيخ عبد العزيز الثعالبي ثم الكاتب أنور الجندي هل هؤلاء المتصالحون مع النظام الدولي الذين يستحي الإعلام رفاتهم بعد موتهم أولى أن يكونوا قدوات أم علماؤنا ودعاتنا الذين لم يتصالحوا مع النظام الدولي فيقبرهم الإعلام وهم لا زالوا أحياء حتى بالمقاييس التحررية البحثة وبعيدا عن افتراق المعتقد لماذا يذكر الإعلام مانديلا ولا يذكر الشيخ عبد الله هارون رحمه الله الذي قاوم نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى أن قتله هذا النظام عام 1969 بعدما سجنه مانديلا قبل سجنه أيقن أنه لا بد للقضاء على الظلم من تأسيس جماعة مسلحة فتزعم جماعة أوم كونتو وي سيزوي لماذا اعتبر مع ذلك بطلا بينما عندما يصل مسلم إلى النتيجة ذاتها ويلجأ إلى القوة يعتبر إرهابيا دمويا حتى لو كان لا يرفع سلاحه إلا في وجه المحتل المعتدي ثانيا القادة الشيشان الذين تركوا مناصبهم العالية في الجيش الروسي وسعوا إلى استقلال بلادهم عن روسيا ليمارس المسلمون شعائر دينهم وعاشوا مطاردين وقتلوا واحدا تلو الآخر جوهر دودييف شامل بسييف أصلال مسخدوف وغيرهم القائد خطاب الذي تنقل بين بلاد المسلمين مناصرا للمستضعفين وكلما رأى فساد ذات البين انتقل حتى لا يؤذي مسلما وفهم جيدا أن للأخوة الإسلامية حقوقا حتى لو كان أخوك على ضلال فحارب معه الصوفية ضد الشيوعية وخاض غمار المعارك بنفسه كالأسد فلم يستطع الروس قتله إلا غدرا برسالة مسمومة وهو في الثالثة والثلاثين من عمره سطر فيها ملاحم المجد فاحتفلت روسيا بوفاته لأنه كان يقف في وجه اغتصابها وقتلها وتعذيبها وتشريدها للمسلمين في أفغانستان والشيشان وداغستان وطجكستان هؤلاء جميعا أليس فيهم جوانب تستحق الثناء ليبرزها الإعلام وليتخذوا قدوات ثالثا الملا عمر الذي ضحى بحكمه إذ طلب منه تسليم مسلم فقال والله لو استجارت بنا بقرة لأجرناها فكيف بمؤمنين موحدين جاهدوا معنا سنين طويلة نسلمهم والله لا أسلم ظفر واحد منهم إلى أمريكا فدفع الثمن أن عاش مطاردا يقتل أبناؤه وعشرته وأتباعه ويتحول من حاكم إلى مطلوب ويهدده بوش فيقول الملا بيقينا ورسوخ كرسوخ الجبال إن الله وعدنا وعدا ووعدنا بوش وعدا وسنرى أي الوعدين يتحقق هل في القدوات التي يلمعها الإعلام حاكم يضحي بحكمه ويتحدى أنظمة العالم بهذا الشكل لألا يسلم فردا رابعا المليونير أسامة بن لادن الذي أنفق ثروته المقدرة بمئات الملايين على الأقل للدفاع عن المستضعفين وترك الفراش الوثير والمباني العالية ليتنقل بين الجبال على ما به من مرض بعيدا عن تفاصيل التصويب والتخطئة لبعض أفعاله أليس في هذا بطولة؟ أليس فيه صدق؟ أليس فيه التضحية؟ هل في مليارديرية العالم الغربي من فعل هذا لنصرة المستضعفين ولو من أبناء دينه؟ خامسا العلماء الذين عاشوا في سجون النصيرية ما يصل إلى عشرين عاما ثم خرجوا في أحداث الشام فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا بل يقودون شعبهم الآن إلى حرية الإسلام وعدله ورحمته ويستعصون على تطويع جهادهم وتسييسه لأي جهة هل في أمتنا مثل هؤلاء؟ نعم وكثر لكنك لا تعلم عنهم فهؤلاء لا تخصص لهم أول أربعة أخبار من قناة الجزيرة وهؤلاء لا نرى من أجلهم الأخبار السخيفة المملة التي لازلنا نراها عن تسمم عرفات وقد مات من تسعة عوام ثبت تسممه؟ لا لم يثبت صدر التقرير السويسري الأخير بخصوص نوع السم عقد مؤتمر صحفي لمناقشة تطورات قضية السم الذي مات به تشكيك المحكمة الدولية بتقرير تسممه وهكذا سادسا بعيدا عن عالم القتال ومصادمة النظام الدولي إن كنت تخافه عملاق الدعوة والعامل الخيري الدكتور عبد الرحمن السميط الطبيب الكويتي الذي تخرج من كندا فترك العيادات والمكاتب الفخمة وأمضى حياته يتنقل في إفريقيا وينفق ثروته وأموال الداعمين ليدعو أهلها للإسلام ولإطعامهم وكسوتهم الدعاة يتحدثون عن ملايين دخلوا في الإسلام بدعوة السميط وملايين أنقذهم من الموت جوعا ومرضا وآلاف المساجد التي بناها بإفريقيا والآبار التي حفرها وأصدر دكتور السميط الأشرطة في العامل الخيري منها ماتوا بين يدي يتحدث فيه عن معاناة أطفال إفريقيا إلى أن سعت الجمعيات التنصرية التكفيرية في الحقيقة في منعه من التنقل في إفريقيا بحجة أن نشاطه إرهابي بينما ها هي هذه الجمعيات تسرح وتمرح في إفريقيا بل وفي مخيمات اللاجئين السوريين بيننا لماذا لا يذكر السميط الذي توفي من أربعة أشهر فقط ولا يعرفه أبناء المسلمين بينما نسمع كثيرا عن سماحة وإنسانية مامة ريس النصرانية وغير هؤلاء كثير كثير إنه الإعلام الذي يرفع من لا خلاق لهم بعد هلاكهم ويدفن القدوات الحقيقية وهم أحياء كالبحر تعل فوقه جيف الفلا والدر مدفون بأسفل رمله ولعل هناك من المعاصرين الأحياء من هو خير ممن ذكرنا لا تسلط عليهم الأضواء فيحس أبناء المسلمين بالدونية واحتقار الذات والخجل من الهوية الإسلامية وتنحط الهمم عن السعي إلى المعالي ويبحثون عن قدواتهم في الملاحدة والمشركين وعباد البقر وتنطلق الأصوات الغرابية يا أمة ضحكت من جهلها الأمم أمة الإسلام الميتة وغيرها مما لا يزيد الناس إلا يأسا وسلبية كيف نتعامل مع أزمة القدوات هذه؟ أسأل الله أن ييسر الحديث عن ذلك في كلمة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله